موقف غير متوقع حدث عندما أتى هذا الدب الجديد إلى حديقة الحيوان كان يحاول الحصول على الطعام من السياح فكان الكل يحصل على الطعام ما عداه فجأة ظهر دب كبير ودفعه إلى الأسفل كان بخير لكنه شعر بالخوف والوحدة وأدرك أنه غير مرحب به هنا ومن تلك اللحظة ظل في الزاوية يراقب الدببة الأخرى تستمتع بطعامها وهو يشعر بالخوف والخجل لدرجة أنه رفع يده يطلب بعض الطعام حتى لاحظه سائح لطيف وألقى له قطعة صغيرة وبسرعة النظر حوله للتأكد من أن الدب الكبير ليس خلفه يمكنك أن ترى كم هو سعيد من الطريقة التي يصفق بها إذا كنت تراه لطيفاً اشترك